السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا أرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله ومبدئيا وقبل ما نبدأ نحب كلنا ندعي لإخواننا في فلسطين وفي السودان إن الله ينصرهم نصرا مبينا اللهم أمين يا رب العالمين حب برضو أقدم تحية كبيرة جدا جدا لكل حبيباتي اللي بيدخلوا ويسألوا على عبير أو الدكتورة عبير في أسبانيا هي بتسلم عليكم كلكم أنا باستمرار بتواصل معاها اعتبر كل يوم بتواصل معاها وبصور لها التعليقات اللي بتسأل عليها والله العظيم هي بتكون مبسوطة جدا وبتدعي لكم كلكم ربنا يصلح لكم ربنا يسعدكم يا ربنا يكبر بخاطركم اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله طبعا الفيديو ده أنا عملته يوم لأربع بس مش عارفة ينزل إمتى ممكن ينزل الخميس ممكن ينزل السبت مش عارفة على العموم هو مجادي للبيت لما خلصت تصوير التخفضات أو العروض اللي ببندة للأمانة عجبتني حاجات كتير جدا قلت خلاص نتوكل على الله ونجيب حاجات للبيت أول حاجة طبعا خدتها هي البرتقال أبو السرق أنتو عارفين طبعا إحنا في الشتاء البرتقال والحمديات واليوسفي والحاجات دي من أجمل أجمل الفكهة اللي ممكن ناكلها في الشتاء أصلا تقريبا في الشتاء مفيش فيه فكهة غير البرتقال واليوسفي والموز هما اللي كويسين الباقي كله يا إما ملوش طعم يا إما محطوط في التلاجات مش عارفة هما دول التلات حاجات اللي بحس إنهم كويسين في الفكهة بتاعت الشتاء طبعا البرتقال في اليوم ده كان عليها عرض كان بريالين ونص أنا جدا جدا أحب البرتقال أبو سر ما بحبش التاني ده بتاع العصير واليوسفي بس اليوسفي يا إما الباكستاني يا إما اليوسفي بتاعنا المصري الاتنين دول حلوين جدا المهم هنا أنا توكلت على الله وخدت مرتقال حوالي 2 أو 3 كيلو هنا لفت نظري الفراولة يعني أما لفتش نظري السعر بس لفت نظري فراولة جميلة يعني بصوا أنا أعطاكني أني ما فيش حد ما بيحبش الفراولة أنا عن نفسي بحبها وعيالي بيحبوها جابت 3 ريال وحاجة خدت علبتين ما إن عيالنا بيحبوها وكي بيأكلوها كده يعني لا عصير ولا على طول يخسلوا كل جميلة بصراحة والفراولة دي يا جماعة أغلب الفراولة اللي موجودة في أبها هي من مزارع أبها مش عارفة بقى الشرباط لي منين لفت نظري التفاح ده شكله وبصوا كيوت كده وجميل بصتعارفين شعره كم شعره 22 ريال مش عارفة أربع تفاحات الصراحة شكلهم حلو شكلهم حلو أنا مش عارفة جنسيته بس يعني ايه اكتفنا بالنظرة وخلاص يلا أحسن كده كده مش بناكل التفاح الحاجة المهمة ما بناكلها إن شاء الله المستعين طبعا بمشي معاكو واحدة واحدة وشوف يعني أنا حطيت في بالي كم عرض كده عجبوني جدا عروض رائعة عندهم برضو شركة المهباش عاملة عروض حلوة جدا على القرفة دي قرفة هندي جميلة اللي تحسوا إنها رول كده البرطمان منها تقريبا بـ 22 ريال ممكن كيلو ممكن أقل مش عارفة عندهم هنا برضو الجريش عليه عرض المهباش المهباش من الشركات الحلوة جدا جدا واللي أغراضهم حلوة للأمانة أحب عندهم المكسرات أحب البهارات بس البهارات المطحونة لأ أطخمها أنا في البيت ما أحبش أجيب بهارات مطحونة أمبر عندهم الحمص عليه عرض برضو الحمص ده بتاع البليلة كيلو بـ 9 ريال عندهم العدس الهندي عليه عرض الكيلو قولوا بـ 8 ريال يعني هو العدس مبقى غالي على طول مش عارفة إيه السبب يعني تحسوا كده إن المكان منمق ومنظم وجميل بسم الله ماشاء الله اللهم بارك عندهم مكسرات برضو عارفين إنتم مكسرات مشكلة اللي بيكون فيها أراسيا وبيكون فيها زبيب وبيكون فيها فوقف مشكلة زي مكسرات باجة مكسرات باجة تقريباً كيلو بـ 120 ريال دي عليها عرض تقريباً كدب حاجة وستين ريال حلوة اللي في الأساسي كيلو منها بـ 110 فعلاً يا بتبقى غالية جداً اللي بيكون فيها كل حاجة دي بسم الله ماشاء الله كده خلاص هندخل بقى ونشوف باقي الأغراض اللي أنا محتاجاها أو باقي الحاجات اللي أنا حطوت في دماغي إن أنا أجيبها وانا بصور العروض طبعاً هنا مش محتاجين حاجة من هنا خالص يعني والتفاح زي ما أنتوا عارفين بجيبه لعيل موبردوش ياكله ومنضطر نسيبه عندنا لحد ما يبقى خلت تفاحه ونرميه الله المستعين عملت خلت تفاح كتير جداً بما أني بجيب تفاحه وبيفضل عندي لحد ما يبقى خلاص يعني ممكن يفضل شهر شفت الفول ده ده فول بس مش الفول بتاعنا الحريتي لا ده فول صيني يعني طعمه بص ونص ونص أما الفول الحلو اللي أنا وريته لكم في سوق الثلاث الفول الأخضر جميل شفتوا الطماطم بقى يا جماعة الطماطم يعني اللهم صلى على النبي مش مأسرة بريالين ونص وزي ما انتو شايفين كده باسم الله ما شاء الله أخر جمال أبو شوكة بخمسة ريال أنا محتاجة خيار بس مش هاخد كتير هاخد على قد بس يعني قوله نص كيلو على قد الصلطة كده وكمان الخيار هنا غالي مش عارفة إيه السبب يعني خيار خيار يا جماعة عادي كان بتلاتة ريال وباربع ريال وبخمسة ريال تحسوا كده بين الحين والآخر ان في بعض الخضروات بتضرب بتضرب في العيالي مش عارفة بقى هو بسبب البرد ولا بسبب انها يعني معرفش معرفش مش لقيها لها مش لقيها لها إجابة بصراحة زي البصل مثل البصل ده مش عارفة مش عارفة احنا زعلنا في مش عارفة احنا أسرنا معاه في يعني مثلا البصل تحسوا ان هو غير محل إقامته خد إقامة في أوروبا ده انت بصل يعني انت بصل فعلش كده والله يا جماعة هنا طبعا حاجات معلبة كده اللي عايز بقى هياخدها قلت لنفسي يمكن يكون رخش شوية لقيته ضرب في العالي جدنا نحن عندنا شوية نماشي بهم الحياة لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه اه انت هاقولكوا على حاجة اتدحكوا بقى يعني انا طبيعتي لما بيكون عاملة ملفوف وكده عاملة محشي ويتبقى مني شوية من خلطة ممكن اجيب بصلتين تلاتة اربعة وقشرهم وديهم ربع سالقة كده واخد منه واعمل شوية محشي بصل محشي البصل اجمل اجمل انواع المحشي فجيتم بارح لقيت ريم بتقول عملنا محشي بصل ومتلها احنا عايزان كاردة يا حاجة صلى على النبي محشي بصل ايه اللي نعمله يعني مزاجك مجربكش على محشي البصل لما بقى الكيلو بعزر ريال لقى انسي يا ريم عندنا ورق عينب عندنا ملفوف كوسة بتنجان اي حاجة ابعدها عن البصل ده خلص لحد ايه حد ربنا ما يسلح له وينزل سعره انا خدت جبنة محتاجة عمل فطير ان شاء الله اني اعملها معاكم جبنة نادك حلوة تحسوا كده انها زي الاشتة طعمها جميل بصراحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طيما انا محتاجة ايه تاني هلو دخل محتاجة حليب بودرة محتاجة ملح محتاجة شوية حاجات كده ده القريو يعني ايا النبي حبو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا الناس اللي هتسألني بنده دي فين بنده دي يا جماعة اللي هي في ريحانة مول ريحانة مول سابقا ابهزون حليب بسم الله ما شاء الله محتاجة برضو شامبو عليه عروض حلوة جدا لفت نظري وانا بصور هيربل هاخد شامبو هاخد بالسم شامبو هيربل سينسز من انواع الشامبوهات الحلوة جدا اللي اول حاجة ريحتها بتفضل في الشعر ممكن يومين تلاتة تاني حاجة تحسوا كده ان هي بتدي للشعر بصوا نوع من انواع بتخليه رطب بتخليه كده جميل مش مش شامبو الواحد يخسل بيه شعر وتحسوا من الشعر نشف كده وبقى يعني ملمسه ومش ناعم لا ده حلو جدا عن تجربة حلو حلو بسم الله ما شاء الله انا خدت بالسم وخدت شامبو نمشي برضو نشوف احنا محتاجين ايه تاني زي ما قلتلكم عندهم عروض كتير جدا على الشامبوهات الاسبوع ده للناس اللي حبه عبوات كبيرة عبوات صغيرة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طيب طلعنا من القسم ده خدنا اللي نبغى وطلعنا على طول طبعا احنا هنا مش بنصور عروض احنا هنا بنتجدى طبعا وانا بصور لفت نظري العرض ده مقارونا الجود حلوة جدا جدا لتنين بخمسة ريال قلنا نجيب اتنين عشان نعملهم مقارونا بشامل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا عندهم احجام كبيرة وصغيرة ووسط انا خدت المقارونا اللي هي حاجة البشامل الاغلب الناس يستخدموها في البشامل مقارونا الجود من الانواع اللي حلوة زيها زي جودي بالزبط ما بيفترقوش عن بعض غير في اللون لون الكيس بس نفس زي بعض بالزبط جربت دي ودي برضو انا بصور لفت نظري العرض ده بتاع اسمه ايه ده لا اله الا الله لا اله الا الله دي من بنسى اسمه دبس الرمان دبس الرمان بيدر حلو لتنين بخمستاشر ريال طبعا اكتر ما بنستخدمو نستخدمو فرق العناب وبعض السلطات لفت نظري برضو عرض التون احنا عيالنا بحب التونة جدا جدا انا من الناس اللي مش بيأكل التونة قوي ااكل السمك التونة مش قوي يعني انا بتحقيد كل السعودين بيحبوا التونة كل الناس بيحبوا التونة 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 حبوها جدا خدت عرض من السنبولة ناخد عرض تاني برضو تونة خفيفة خلي بالكم التونة نوعين نوع عبارة عن جطع كده تحس ان هو متماسك ونوع تاني للسندوتشات خصيصا هتحس ان هو مفروض كده يعني بصوا يعني اقول لكم ايه مفاتفت كده تحس ان هو مفيس فيه جطع كده مفاتفت ده لسندوتشات حلو خصوصا الناس اللي بتحب تقولها مع توست بيبقى معها كويس جدا بسم الله خدت بنده وخدت السنبولة خدت قولوا واحد اتنين تلاتة اربعة اخي احاول ستة او سبع عيلة ما عادي العيل بيأكلوها يعني طبعا هنا لا انا مش محتاجة حاجة من هنا بس بقى مش كده بشوف انا محتاجة زيت زيتون طبعا حبيبنا اللي انا ما بغيرهوش ابدا ابدا الجوف زيت زيتون الجوف من اجمل اجمل انواع زيت الزيتون اللي انا استخدمتها غالي شوية غالي شويتين اش هقول لكم نوع خيص بس فخامة في طعم ما هو مر ما في ريحة لا زيت زيتون صح للامانة انا لاحظت حاجة ومش عارفة ممكن ناس تتفق معايا في الموضوع ده وممكن ناس تختلف اغلب الصناعات السعودية حلوة والله فخامة محتاجة ملح جبت ملح الهملايا ملح الهملايا ده تقريبا ب13 ريال للناس اللي هتقول لي ليه ده هو ممكن يكون مثلا بريالين او ب3 ريال لا يا جماعة ملح الهملايا ده خصيصا بقى للناس اللي تعاني من الضغط والناس اللي تعاني من العصبية يعتبر علاج عارفين انتو لما تاكلوا حاجة ملحة ومتأثرش عليك وهو ده هو ده تمام كده طبعا كنت محتاجة جبنة بس زي ما تقولوا جبنة سيلة يعني خدت نظرة كده عميقة ولقيت كلها كلها بلاستثناء شبهة الجبنة قلت لأ مش مقتنعة انا بشبهة الجبنة دي مش عارفة ليه مش عارفة مش مقتنعة فيها ليه خلاص مش مهم جبنة انا خدت جبنة نادك ممكن ايه مش حالها وخلاص هنا طبعا بنكمل مع بعض ان لسه محتاجة حاجات بسيطة محتاجة حليب بودرة اهو هناخد المراعي حلو من الشركات الحلوة وعليه عرض كمان بسم الله ما شاء الله قولوا بواحد وستين ريال العبوات كبيرة حلوة بتقود عندي فترة كبيرة اغلب ما بستخدمها في المعجنات وفي بعض الخبز يعني تيجي حلوة ما شاء الله ما شاء الله يعني تمام كده تمام احنا برضو بمشي بشوف اه زي ما قلتلكو انا وانا بصور العروض جاب بالي كم حاجة كده حسيت ان عروضهم اكثر من رائعة سواء احنا هنستخدمه سواء هنعينهم يعني ايه الحاجة ده ما بتخربش شفت السكر ده سكر بودرة اه بتسع ريال هو بس تسع ريال عشان ما عشان هم طحنينه عليه طيب احسن اه السكر ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن اجيب كده ويقعد عندي شهرين تلاتة فيش استخدامنا السكر عندنا خالص العيال اذا عازوا حاجة ياكلوا حاجة فيها سكر او حلويات او حاجة اجيب له منبرة وخلاص اما انا ماليش في نظام الحلويات والسكر واجه لقلب ده في رمضان بس اه لفت نظري برضو عرض حلو هنا على الكريم كراميل النوعية دي حلوة جدا 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 ست حبات بسبع ريال جميلة ما شاء الله ما شاء الله خدت ستة قلت بعدين ابقاعمل لهم ابقاعمل لهم كريم كراميل بسم الله ما شاء الله نرجع العلبة مكانها في رمضان طبعا بنجيب العلبة بحالها فيها عشرة او عشرين واحد لان في رمضان باستمرار نحب نعمل حال عرفته على الفطار زينا زي كل الناس يعني كل واحد كل واحد ايه كل واحد طبق صغير هنا طبعا اكل القطط ده اساسي اساسي عندنا في البيت لو رحت البيت وما جبتش اكل القطط تطسر ريم وتطلب بخمسة وخمسين ريال بس عشان تاخد اكل القطط لا علي انت بخمسة ريال نجيبه احنا ماشين القطط دي يا جماعة عندنا في البيت يعني ما اقول لكوش ما اقول لكوش على على كم الحب اللي ريم بتحبهم للقطط انا عن نفسي بحبهم بس يلا بنأكلهم يجي هنا رز رز بشوف اسعار الرز شوية طالع في العالي قلت ممكن يجي عليه عرض محتاج رز بسمتي عندي رز مصر كتير بس البسمتي يعني مخلص عندي او على وشك يخلص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا انا هنا بشوف لسه راح احط سعر على البرتقال اللي انا جبته انا مش عارفة انا هنا رايح اشوف ايه رايح اشوف ايه اه لا ده انا هعدي بس من المكان اللي هناك علشان اروح اجيب حليب علشان محتاج اعمل مقارنة بالبشاميل بسم الله وعلى بركة الله وآه دي الحليب هنج بعبوة كبيرة انا حبة للبشاميل وحبة للقطق يعني الامر ما اسلمش اه بسم الله ومشاء الله اللهم بارك اين الحليب اين الحليب اه يعني كنت عايزة اخد لهم حاجات من الفرغة دي بس قلت قبر بملكة حاجة ومش بلا كلام فارغ هاي وكيد عصد السقر مضر يعني مش ايه لازم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك سكر جوالك يا ريم المنبه بنت يا ريم ريم سكر المنبه وهنا ريم بسم الله عليها دا تضبط المنبه على الصلاة انا بسجل عليه وعلى وشق صلاة العصر يعني ما شاء الله طبعا خدت حليب وخدت حليب بالفرغة يعني بسم الله ما شاء الله وتقريبا كده هو دا كان الفيديو بتاعنا وهي دي الحاجات اللي انا جبتها من عروض بندة للامانة عروض اكثر من رائعة اللي انا جبتها والحمد لله رب العالمين توفقنا في كل حاجة واتمنى بقى من حبيبياتي الناس العسل والسكر اللي بيتابعوني يدوني كده لايك مجدعة والسلام عليكم ورحمة الله